موسيقى على وقع ازمة اقتصادية طاحنة الامم المتحدة تقول ان الوضع في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة موسيقى موسيقى فلسطينيون بالضفة الغربية يشيعون جثمان شهيد سقط برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي موسيقى 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 اخبار السابعة من النيل في القاهرة اهلا ومرحلا بحضراتكم وتترجمها الى لغة الاشارة الزميلة هالة محفوظ نبدأ من القاهرة التي اعلنت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات ان اليوم السبت سوف يبدأ فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ كانت الهيئة الوطنية للانتخابات اعلنت الاسبوع الماضي شروط تقديم اوراق الترشح لمجلس الشيوخ الذي يتكون من 300 عضو في القاهرة ايضا شددت وزارة المؤرد المائية والري في ختام ثامن ايام اجتماعات سد النهضة الاثيوبي بين مصر والسودان واثيوبيا على ان مصر لن تقبل باي سياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية لليوم الثامن على التوالي تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقي وممثل الدول والمراقبين حيث تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك في محاولة لتقريب وجهة النظر بشأن النقاط الخلافية في كل المسارين بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهة النظر بخصوص اجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الاراد في كل من الملء والتشغيل بالاضافة الى قواعد التشغيل السنوي واعادة الملء وذلك في اطار محاولة الجانب المصري حل حالة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث الجانب الاثيوبي اقترح تأجيل البد في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على ان يتم احالتها الى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية وذلك لمتابعة تنفيذ بوند الاتفاق وهو ما ترفضه مصر شكلا وموضوعا حيث انه لا يمكن احالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنية للاتفاق الى اللجنة الفنية لتقاررها لاحقا الى ما بعد توقيع الاتفاق من ناحية اخرى استمرت وناقشات في اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية وفي نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام اثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحت مصر على ان يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزري الثلاثي الذي سيعقد الاحد المقبل كانت مصر قد اكدت مرارا على انها لن تقبل باي صياغات منقوصة لا تراعي شواغلها او تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية في مسألة سد النهضة الاثيوبي حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السابعة من اغسطس المقبل موعدا للنطق بالحكمة في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في تفجير ضخمة بسيارة ملغومة عام 2005 وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومقرها هولندا انها اصدرت امرا بتحديد موعد للنطق بالحكمة في القضية المرفوعة ضد اربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا في سياق المتصل قالت ميشيل باشلي مفاوضة منظمة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان الوضع في لبنان الذي يواجه اسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه يخرج بسرعة عن السيطرة الوضع في لبنان يخرج عن السيطرة وبسرعة ذاك كان تحذير مفاوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي إزاء الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان جراء اسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه باشلي قالت في بيان ان بعض المواطنين يواجهون خطر الموت بسبب الازمة ما يدعو لتحرك فوري قبل فوات الاوام دعت باشلي أيضا الحكومة والاحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في إصلاحات عاجلة والاستجابة لاحتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم اقترنت الازمة الاقتصادية بجائحة كوفيد 19 وطالت المجتمع بأسره اذ فقد عشرات الالاف من اللبنانيين عملهم وتبخرت مدخراتهم أمام أعينهم بل وبلغ الأمر أن خسروا منازلهم صحب ذلك تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية وتراجع في القدرة الشرائية وتبع ذلك فرض قيود صارمة على الودائع المصرفية تحد بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج بسبب نقص الحاد في الدولار نصف اللبنانيين يعيشون اليوم تقريبا تحت قط الفقر ونهز معدل البطالة 35% ما فاقم الأزمة وزادها تعقيدا تلك التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وحزب الله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ربط دعم بلاده للبنان بالتخلي عن ذلك لارتباط الوثيق بإيران متهما حزب الله الذي يشكل حاليا الجبهة السياسية الأقوى في لبنان بأنه وكيل لإيران غير أن الموقف الأمريكي قوبل باحتجاجات لبنانية رافضة لما وصفه المحتجون بالتدخل الأمريكي في الشأن اللبناني أمام مقر صفارة الأمريكية في بيروت المتظاهرون رشقوا الشرطة بالحجارة وأحرقوا الأعلام الأمريكية بل وحاولوا إزالة حواجز الأسلاك الشائكة قرب بوابات السفارة المسؤولون اللبنانيون متهمون بالاستفادة من الوضع القائم الذي يعتمد على المحسوبية والفساد الكارثة الحقيقية تكمن في تعثر دعم صندوق النقد الدولي فالمفاوضات بين الحكومة وممثل صندوق النقد الدولي بلغت مرحلة الجمود ممثل الصندوق لم يلمس جدية من الوفد اللبناني فلا أحد يريد الإصلاح وكل طرف في لبنان يحارب من أجل مصلحته الخاصة من بين الإصلاحات المطلوبة تقليص النفقات العامة وتحسين الإرادات الضريبية وضبط الحدود وإصلاح المرافق العامة وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 بالإصلاح فإن أي منها لم ينفذ أصيب عشرات الفلسطينين بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الإسبوعية المناهضة للإستطان بضفة الغربية المحتلة وأطلق جنود جيش الاحتلال قنابل غاز وأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة الذين رددوا هتفات تدعو إلى تصعيد مقاومة الإستطان في سياق المتصل شارك فلسطينيون من بلدة كفر حارس بالضفة الغربية في تشيع جثمان إبراهيم مصطفى أبو يعقوب الذي كان قد استشهد إثرى قيام جنود جيش الاحتلال بقتله برصاصة في رقبته جنازة جديدة وشهيد جديد ينضم لقافلة الشهداء مشهد دون شك ليس بجديد على أرض فلسطين شاب يسير وجنود الاحتلال كما لو كانت تبحث عن ذريعة لتقتله قوات الاحتلال زعمت أنها فتحت النار صوب الرجل الفلسطيني عندما بدأ هو وفلسطيني آخر رشق موقع تفتيش أمني قرب مدينة نابلس وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الرجل ويدعى إبراهيم مصطفى أبو يعقوب من قرية كفل حارس لقي حتفه برصاص قوات الاحتلال عبد الله كميل محافظ سالفيت قال إن جنود الاحتلال قتلوه بدم بارد بينما كان يمشي مع رفاقه محملا قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله التوترات بلغت أوجها في الضفة الغربية في الأسبوع الأخيرة في حين توازن إسرائيل تداعيات خطة حكومتها لضم أجزاء من الضفة الغربية حددها رئيس الحكومة بثلاثين بالمئة من أراضي الضفة محاولا استرداء سقور حكومة الاتلاف التي يقودها هو وبيني جانس نتنياهو يعتمد في خطته وبشكل كامل على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط والتي شهد القاصي والداني بأنها تحابي إسرائيل بشكل فج على حساب أبناء الأرض والأسوأ وأنها تجعل حلم إقامة دولة فلسطينية حقيقية أمرا مستحيلا قال كريستوف يوسيجن مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة والذي تترأس بلاده دورة الحالية لمجلس الأمن إن موسكو بكين استخدمت حق النقدة فيتو ضد مشروع قرار ينص على تمديد ألية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا اجتماع مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس تبنى أجندة العمل الخاصة بشرق الأوسط وأود أن ألفت انتباه أعضاء المجلس إلى مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا عملية التصويت على هذا المشروع بدأت في التاسع من يوليو الجاري وتواصلت حتى العشر من يوليو وكانت نتيجة التصويت على هذا المشروع هي 13 صوتا لصالح القرار صوتان ضد القرار ولم يتم تبني مشروع القرار بسبب استخدام دولتين دائمتين لحق النقد الفيديو كانت روسيا فشلت للمرة الثانية في غضون يومين في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمنة يهدف لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لسوريا عبر الحدود شريان الحياة لملايين اللاجئين السوريين قد يتوقف جرايانو بسبب منواشات سياسية تدور في أروقة مجلس الأمن الدولية الذي يعجز عن توفير حل دائم ومستدامة يضمن إيصال مساعدات الإنسانية عبر الحدود لملايين السوريين ألية إيصال مساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى السوريين كانت محور مداولات مجلس الأمن الدولي على مدار الأيام الثلاثة الماضية من خلال جلسات متوالية عبر الفيديو كونفرنس بهدف التوافق على مشروع قرار يضمن استمرار عمل تلك الألية رغم اختلاف المواقف السياسية بين روسيا والصين من جهة وباقي أعضاء المجلس من جهة أخرى موسكو وبكين استخدمتا حق النقد الفيتو مرارا من أجل تعطيل مشروع قرار تقدم به الغرب يضمن دخول مساعدات الإنسانية للاجئين السوريين عبر الحدود من خلال معبرين من تركيا فمن جانب ترى روسيا والصين أنه يمكن الاكتفاء بمعبر واحد فقط لإدخال المساعدات عبر تركيا وهو معبر باب الهوى الذي تقول موسكو أن 85% من مساعدات الإنسانية للسوريين تمر من خلاله ولذلك تطالب بإغلاق المعبر الثاني من تركيا وهو معبر باب السلام في المقابل تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء المعبرين الحدوديين مع تركيا وتقول إنهما يمثلان لها خطا أحمر وأن إغلاق معبر باب السلام قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سورية من المساعدات الإنسانية في شمال حلب وتعتبر الأمم المتحدة أن الحفاظ على أكبر عدد ممكن من نقاط العبور أمر حيوية لسيما في ظل تهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجدة الذي يتفش في المنطقة وفي تقرير صدر في نهاية شهر يونيو الماضي طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش تمديدا لمدة عام للتفويدة وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن لن يوفر الأمن لكل الأمريكي بايدن هو دمية بيرني ساندرز ولن يكون هناك أحد آمنا على نفسه مطلقا في ذل حكمه لأمريكا هو بنفسه لا يعلم الشكل الذي ستكون عليه البلاد في حكمه إذا سألتموه لن يعرف الإجابة بايدن يريد اقتطاع تمويل الشرطة ويريد أن يشويها صورة رجال الشرطة في أعين المواطنين ويصورهم على أساس أنهم أعداء وأنا أحارب من أجل تصويب هذا الموضع الخاطئ في سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب خفف عقوبة السجنة الصادرة بحق صديقه روجر ستون الذي حكم عليه في فوربراير الماضي بالسجنة لمدة أربعين شهرا في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس متستاكس أن بلاده تدين بأشد العبارات قرار تركيا تحويل آياسوفيا الكاتدرائية البيزنطية السابقة في اسطنبول إلى مسجد متحف آياسوفيا يتحول من جديد إلى مسجد قرار اتخذه القضاء التركي بناء على طلب مقدم من منظمات تركية عدة طالبت فيه بإبطال قرار حكومي يعود لعام 1934 والذي حول المسجد الذي كان في الأصل كاتدرائية بيزنطية إلى متحف تاريخي قرار المحكمة التركية استند إلى أن آياسوفيا مسجل كمسجد في سندات ملكية التي تحمل اسم مؤسسة محمد الفاتح السلطان العثماني الذي فتح القسطنطينية في القرن الخامس عشر وأن هذا التصنيف غير قابل للتعديل هذا القرار التركي آثار ردود فعل عالمية غاضبة على تغيير وضع المعلم التاريخي الذي ظل لعقود طويلة تحفة معمارية وشهادة استثنائية للتواصل بين أوروبا وأسيا على مر القرون وآياسوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد في العام نفسه ثم إلى متحف في عام 1935 لكن وضع أياسوفيا كان محور جدل فمنذ عام 2005 لجأت منظمات مرات عدة إلى القضاء للمطالبة بتحويلها إلى مسجد قالت تقارير صحفية إن بث تليفزيون الرسمي في مال قطع في وقت سابق من أمس عقب اقتحام محتجين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مقر هيئة البث الرسمية وتحولت المظاهرات في العاصمة بماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مباني رئيسية من بينها مقر البرلمان يشارك اليوم السبت الألاف في أحياء الذكرى الخامسة والعشرين لمسبحة سرب رينيتشا التي قتل فيها أكثر من ثمانية ألاف شخص عند سقوطها في أيدي قوات سرب البصنة خمسة وعشرون عاما حزينة مرت على واحدة من أبشع المذابح الجماعية التي ارتكبت في العصر الحديث ثمانية ألاف رجل وفتى بوسني مسلم قتلوا بدم بارد في سيبرناتزا عندما سقطت في يد قوات صرب البصنة في الحادي عشر من يوليو عام 1995 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة صنفت تلك المأساة التي تعد الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية كمذبحة غير أنها وإن كانت الأبشع في حرب البصنة إلا أنها لم تكن نهاية المطاف إذ أودت تلك الحرب التي استمرت ثلاث سنوات بين عامي 1992 و 1995 بحياة أكثر من مئة ألف شخص وخلفت ما يزيد على مليونين آخرين بين لاجئ ونازح ومشرد منذ بداية النزاع الأهلي في البصنة في أبريل من عام 1992 ضربت قوات صرب البصنة حصارا على سريبرينيتسا ذات الأغلبية المسلمة في شرق البصنة والتي تبعد 15 كيلو مترا لا أكثر عن صربيا المفارقة المريرة في تلك المأساة أن سريبرينيتسيا كانت تحت حماية الأمم المتحدة إذ أعلنت المنظمة ذلك الجيب الممتد على مساحة 148 كيلو مترا مربعا منطقة آمنة في أبريل عام 1993 في محاولة لمنع سقوط المدينة ونشرت عناصر من الخوذ الزرق لتأمين الحماية لكن قوات الجنرال راتكوم لديتش قائد قوات صرب البصنة أنذاك اجتاحت المدينة في 11 يوليو عام 1995 وبسبب ضعف تسليحهم وافتقادهم للدعم الجوي انسحب أصحاب الخوذ الزرق الهولنديين إلى قاعدتهم المجاورة في بوتو تشاري حيث تدفق آلاف المدنيين الباحثين عن الحماية وخلال الأيام التالية عمدت قوات صرب البصنة إلى فصل الرجال والفتيان المسلمين عن النساء قبل أن يقتادوهم في شاحنات وحافلات لإعدامهم واستعملوا الجرافات لدفن الجثث في مقابر جماعية لكنهم فتحوا تلك المقابر في وقت لاحق لنقل الجثامين لإخفاء حجم جريمتهم الشنعاء المنظمات الإنسانية تمكنت من تسجيل وجمع شهادات من الفارين عن الإعدامات الجماعية التي ارتكبتها قوات ملاديتش وحتى اليوم تم التعرف على 6880 جثة وجرى دفنها أصدرت العدالة الدولية ومحاكم البوسنة وصربيا إجمالاً 51 حكم إدانة وعقب ملاديتش بالسجن مدى الحياة في 2017 وحتى اليوم يتهم أبناء البوسنة المجتمع الدولي ككل بالتخلي عن الضحايا خاصة عبر عدم إصدار قرار بتنفيذ ضربات جوية حتى الأمم المتحدة نفسها ألقى باللوم على كامل الأسرة الدولية لفشلها في حماية سيبرينيتسيا أما هولندا فما زالت وصمة الخذلان تلاحق جنودها الذين كان عبء حماية المدينة يقع على عاتقهم لكنهم خذلوها وخذلوا أهلها وتركوهم لضباع صرب البوسنة تظاهر الألاف في العديد من المدن الفرنسية تنديدا بتعيين جرالدا درامانانا وزيرا للداخلية رغم أنه يخضع لتحقيق قضائي بتهمة اغتصاب امرأة في عام 2009 صار المتظاهرون في شوارع باريس وبردو وليون وتولوز ومدن أخرى مرددين شعارات تندد بسياسات حزب الرئيس الفرنسي منوي الميكرون الحاكم الجمهورية إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم بالأمس تسجيل 981 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 85 حالة وفاة وقال الدكتور خالد مجاهد أن الأمس شهد أيضا خروج 521 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 23274 حالة قال تدرس أدهنوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبيا على الاستجابة العالمية لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية المعروف باسمه HIV منظمة الصحة العالمية ينتابها قلق عميق إذاء تأثير كوفيد-19 على الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية HIV مسح جديد لمنظمة الصحة العالمية أظهر أن عدد من يتناولون على خقير فيروس نقص المناعة البشرية قد تراجع بشدة نتيجة الجائحة والتي أوقفت سلاسل الإمداد البرية والجوية نتيجة لذلك أعلنت 73 دولة أنها تواجه خطر نفاذ مخزون العقاقير المضاد للفيروسات المرتدة وأعلنت 24 دولة منها أنها إما تعاني نخصا حادا في مخزون تلك العقاقير أو تعطلا في سلسلة إمداد عقاقير حيوية من جانبي حضر مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من خطورة عدم تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا الاحترازية إذا أردنا بعد أي إغلاق تجنب ظهور تفش وبئي علينا أن نحضر من ظهور البؤر المحدودة ويتعين علينا القضاء على تلك البؤر بسرعة يجب علينا جميعا أن نظل متيقذين يجب أن نبقى متيقذين بتباعدنا البدني والحفاظ على صحتنا العامة ووضع الكلامات بالشكل المناسب في ذلك الموقف يمكننا تجنب الأسوأ بظهور موجة إصابة ثانية ومن ثم العودة للإغلاق أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفايات كوفيد-19 تجاوزت سبعين ألفا بعد تسجيل ألف ومائتين وأربع عشرة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقالت تقارير صحفية أنه تم أيضا تسجيل أكثر من خمس واربعين ألف إصابة جديدة بالفيروس في البرازيل خلال يوم واحد في القاهرة أعلنت وزارة الداخلية تواصل أعمال وفعاليات مبادرة كلنا واحد الهدفة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة يبدأ هنا تجهيز العبوات التي سيتم توزعها على المواطنين الأولى بالرعاية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو توزعها يتم تحت مضلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها بهدف التخفيش عن كاهل الأسرة المصرية وأتات من منطلق حرص الوزارة على تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي والذي لا يقل أهمية عن دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تلك السلعة تم اختيارها بعناية وتعبئاتها لتلب احتياجات المستهدفين بالمساعدة منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تتولى عمليات التجهيز والتعبئة داخل الأماكن المعدة لذلك تمهيد لنقلها في سيارات مجهزة إلى المناطق المستهدفة للوصول إلى المستحقين من المواطنين وهي المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية أيا كان موقع تلك المناطق فالمبادرة تسعى نحو تحقيق المزيد من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتقديم الدعم لهم وقد انطلقت مأموريات هدفها توزيع العبوات على المواطنين في أماكن إقامتهم وسكنهم كما أقيمت شوادر مخصصة لهذا الغرض رعية فيها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس كورونا أثناء توزيع المساعدات وهكذا ومن خلال مبادرة كلنا واحد تؤكد وزارة الداخلية على دعمها المتواصل للمواطن المصري عبدالله بركات التلفزيون المصري في أخبار السابعة بعد قليل موقع للتجارة الإلكترونية ينطلق في بيروت لتقديم يد العونة لصغار المزارعين وبعد الفاصل أنباء الاقتصاد وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على مشروعات تقام بالعين السخنة وأخرى بشرق بورسعيد وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أنه تمت الموافقة على إقامة مشروع للبيترو كيمويات بالعين السخنة وتخصيص مساحة مليون ونصف المليون متر مربع لتنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار على أن تخصص منتجاته للتصدير كما وافق المجلس على إنشاء محططي صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد وأيضا على دخول الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعة السكة الحديدية وصل سعر صرف الدولار الأمريكي خسائره الملحوظة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإسبوع الماضي وخسرت دولار ما بين 9 إلى 19 قرشا بالبنوك العاملة بالسوق متأثرا بتعافي العملة المصرية مع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق وأظهرت بيانات البنوك تسجيل الدولار تراجعا بمقدار 19 قرشا بالمصرف العربي الدولي كما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 14 قرشا بالبنك الأهلي وبنك مصر ليصل إلى 15 جنيها و 96 قرشا للشراء و 16 جنيها و 6 قروش للبيع شهدت أسعار الذهب في مصر الجمعة تراجعا بشكل طفيف خلال التعاملات الصباحية اليوم في سوق الصاغة المحلية على خلفية هبوط في سعر أقية الذهب ببرصة المعادن العالمية سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعا انخفاضا بنحو 4 جنيهات ليسجل الجرام نحو 800 جنيها في حين سجل عيار 24 نحو 902 جنيها و عيار 18 سجل نحو 698 جنيها في القاهرة أعلنت زارة الزراعة تطبيق عدد من الإجراءات الهدفة لدعم وتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها في ضوء اهتمام الدولة المصرية بدعم وتنمية الثروة الحيوانية وجه وزير الزراعة سيد القصيرة بدرورة رفع كفاءة مزارع الثروة الحيوانية التابعة للوزارة ومن داخل الجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بالنبارية وهي إحدى الجهات التابعة لمزارع الثروة الحيوانية لوزارة الزراعة أكد القائمون عليها على توافر رؤوس الحيوانات للمزارعين والجمهور مشروعات الجمعية العامة المستصلحة طبعا بنعمل مشروع ألبان أول حاجة وطبعا بنساهم بنسبة أجول تسمين بالنسبة الأضاحة في العياد وعندنا الأغنام اللي هي البرئي بنساهم بالنسبة كويسة في العياد بالنسبة للمنفس بتاعنا بتاوزارة الزراعة والأي حد أعزي الشري طبعا من الأهالي من الأماكن هولي منها ما فيش مشكلة تبلغ مساحة الجمعية 15 فدان وتحتوي على أكثر من 500 رأس ماشية بالإضافة إلى 1500 رأس من الأغنام بالنسبة للغنم الغنم طبعا من الأغنام اللي هي البرئي الوزن طبعا عندي بيطلع مشكلة من 45 إلى 50 كيلو ممكن 55 كيلو بالنسبة للعيون مشكلة من 450 إلى 500 وهنا بنتعامل مباشرة مع الجمهور لا أحد أعزي الشري بالنسبة للغنام أو العيون موجودة باستمرار هذا وتقدم الجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بالنبارية خدمتها لعدد من المناطق من بينها منطقة وادي النطرون والنبارية وجنوب التحرير والبستان تولي الدولة المصرية قطاع ثروة الحيوانية اهتماما كبيرا باعتباره وسيلة مهمة للتصدي لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري فضلا عن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم أمل صبري النيل في العاصمة لبنانية بيروت انطلق موقعا لتجارة الإلكترونية يقدم يد العون لصغار المزارعين يمد نيكولا غلام المؤسس لأحد مواقع التجارة الإلكترونية يد العون لصغار المزارعين ويساعد في الوقت نفسه المستهلكين في العطور على المنتجات بأسعار معقولة في جميع أنحاء لبنان وسط ضائقة مالية غير مسبوقة ويفتح ذلك الموقع المخصص للمنتجات المحلية قناة للاتصال المباشر بين المنتجين المحليين والمستهلكين الباحثين عن السلع والبضائع من مصادر محلية بأسعار عادلة وفي متناول لعملاء البحث عن الخضروات الطازجة أو المربى محلية الصنع ببساطة عبر تصفح السوق الإلكترونية وإيداع طلباتهم بها مبادلات مثل موصم أو مثل حيالة شيء تاني السوق عايزه، المجتمع عايزه، والاقتصاد عايزه كمان هلأ ما حيشيل الزير من البيئة من الاقتصاد بس بمحل معين حيخفف لأنه في عالم عاملين يعني عايشين مننا صار لنا عشرين سنة وكون الموقع حتى الآن شبكة تضم ثلاثين منتجا يبيعون ثلاثمائة وتلاثين سلعة واحد لحاله ما بيقدر يشتغل ولا ممكن تقدر تشتغل ومشان هيك بس عرضوا الشباب الفكرة عليّ ضغرق لتلهم إيه لأن أنا بعرف أنه لحالة ما حاقدر مثل ما بيقولوا لحق على كل شيء أنا وظيفتي أني صنع وصنع بأحسن الأصناف أوكي، طيب وقت اللي بكون أنا عم صنع كيف بدي يسوي ما عد عندي وقت يا بدي يهتم بالتصنيع وخلي حدا يهتم مالي بالتسويق أو بديك في محل معين بدي يكون في عندك ضعف فيه وعلى مدى الأشهر الماضية كان الاقتصاد اللبناني أنهار على وقع أزمة فقدت فيها العملة المحلية ما يصل إلى ثمانين في المائة من قيمتها أمام الدولار بالسوق السوداء ووجد مزيد من اللبنانيين أنفسهم مضطرين للوقوف على أبواب الجمعيات الخيرية أو اللجوء إلى المبادرات الخاصة لمساعدتهم على تحمل صعاب الحياة وحتى أولئك الذين لديهم المقدرة المادية أصبح يتعين عليهم الآن إعادة النظر في الطريقة التي ينفقون بها الأموال العزيزة عليهم فيما تواجه البلاد أزمة غير مسبوقة في انتظار نقطة ضوء في نهاية النفق موسيقى موسيقى تأم أخبار السابعة نظرة على أهم العنوي على وقع أزمة اقتصادية طاحنة الأمم المتحدة تقول أن الوضع في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة موسيقى فلسطينيون بالضفة الغربية يشيعون جثمان شهيد سقط برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي موسيقى موسكو تفشل للمرة الثانية في مجلس الأمنة بخفض المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود موسيقى هتم أخبار السابعة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى